اشتركوا في القناة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافع لنا ولكم جميعا أخواني الكرام وأخواتي الكريمات في حلقة ماضية كان الحديث حول ما يتعلق في مسائل القرض وأحكامه ومسائل القرض من المسائل المهمة جدا لأنها مرتبطة حقيقة اليوم بحياة الناس ومعايشهم وتعاملاتهم اليوم ما في أحد من الناس إلا وهو يقرض أو يقترض سواء كان عن طريق الأفراد أو عن طريق البنوك أو عن طريق المؤسسات فمن الضروري جدا أن يتعرف الإنسان على أهم المسائل المتعلقة بالقرض حتى لا يقع ذلك الإنسان في أمر محرم أو في منكر أو في مخالفة شرعية وهذا هو الذي جعلنا نعنى بالكلام عن أحكام القرض بشيء من التفصيل في حلقتين ماضيتين وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل من المسائل المتعلقة بالقرض أولا أنه لا يجوز أن يشترط الإنسان الزيادة في أول القرض بمعنى يقول له أعطيك ألف على أن تسددها ألف ومئتين حتى لو قال المقترض هذا فإنه أيضا لا يجوز بمعنى لو قلت له مثلا أعطني ألف وعطيك ألف ومئتين أو تعطيني وأرجعها لك ألف ومئتين أيضا لا يجوز سواء كانت الزيادة من المقرض أو من المقترض مدام أنهم نصوا على ذلك أيضا من المسائل التي تتعامل بها بعض البنوك اليوم وهي اشتراط اليوم إسقاط الفائدة عند بداية القرض فأقول لك مثلا حتى لو كانت المعاملة الشرعية فأقول لك مثلا المعاملة مثلا معاملة التورق فخمسة ألاف وأصبحت بالأقصاد ستة ألاف لكن إذا سدت قبل الوقت أنا أسقط عنك الفائدة أيضا هذا لا يجوز لأنه شرط محرم في أول العقد إذن هذا لا يجوز أيضا بقيت مسألة ثالثة وهي فيما إذا أن المقترض أعطى المقرض في آخر العقد أو في آخر السداد زيادة على ما أخذ دون اشتراط في البداية ودون تواطع ودون اتفاق بلا شك أن هذا من الأمور الجائزة بمعنى أنا الآن سلفت خمسة ألاف ولما جاء وقت السداد أرجعتها لك خمسة ألاف وخمسمائة دينار أو أرجعتها لك ستة ألاف دينار هل هذا جائز؟ نقول نعم جائز والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بعيرا بكرا يعني صغير فرده خيارا رباعيا يعني كبير ثم قال أحسنكم قضاءا أحسنكم أداءا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أخذ منه أهل العلم دليلا على أنه يجوز للإنسان أن يرد بأكثر مما أخذ في هذا القرض لأن هنا لا يوجد تواطع ولا يوجد اتفاق بل هذا من حسن الأداء وهذا أيضا فيه أيضا رد إحسان ذلك المحسن الذي هو المقرض وفيه كذلك مكافأته على ذلك حتى لو كان هو لا يقصد لا يقصد الزيادة ولم يعلم عنها إلا حينما أدى ذلك الإنسان عنه هذه أيضا من الصور الجائزة في مسألة القرض أيضا من المساء المتعلقة بالقرض وهو أهمية اليوم توثيق هذه القرض والتوثيق في هذه الشريعة له صور كثيرة جدا منها الكتابة ومنها الإشهاد ومنها كذلك الرهن هذه كلها داخلة في توثيق اليوم القرض الله عز وجل أمرنا بكتابة الديون قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه وقال عز وجل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى والله عز وجل يرد على الذين يقولون بأن اليوم المبلغ يسير ما يسوى أني أكتبه ما يسوى أني أشهد عليه نقول الله جل وعلا رد على هؤلاء بقوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله سواء كان القرض عشر دنيل أو كان ألف دينار الله يأمرنا بالكتابة والكتابة فيها منافع عظيمة جدا من أعظم منافعها أن فيها حفظ حق المقرض وثانيا فيها حق المقترض وثالثا فيها حق الورثة لأن هذا الإنسان لو مات صاحب القرض هذا المال مال الورثة فإذا ما كان هناك كتابة ولا إشهاد ولا معرفة اليوم من أخذ هذا المال بلا شك أن هذا سيضيع عليهم حقوقهم ومع ذلك نقول الإشهاد والكتابة في القرض ليست واجبة هي من السنن المستحبة والمؤكدة ومما يدل أنها ليست واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من اقترض من الصحابة أن يكتب أو أن يشهد وإن كان عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك ويرغل فيه لكننا ما نقول أن القرض لا يجوز إذا ما كان هناك شهود لأننا قلنا بأنه ليس واجبا للحديث بقية بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل مرحبا بكم إخواني و أخواتي وعودة لما كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل وكان الحديث حول بعض أحكام القرض من المساء المتعلقة بالقرض وهي مسألة مهمة جدا وهي مسألة التي يسميها العلماء ضع وتعجل ما معنى ضع وتعجل بمعنى أنني في آخر المدة قد يكون المتبقي مثلا من القرض الذي عليه ألف دينار فآتي عند هذا المقرض فيقول لي مثلا أعطني ثمانمائة دينار و أنا أسقط عنك الباقي ضع يعني ضع من الدين وأتعجل لك بالسداد وهذه الصورة جائزة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى كما ذكر ذلك ابن عباس و دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجلى يهود المدينة يهود بني قينقاع قالوا له إن لنا ديون عند الناس أراد أن يجريهم يخرجهم خارج المدينة فقال ضعوا وتعجلوا يعني ضعوا من الدين وتعجلوا أيها المقترضون بالسداد وهذه الصورة جائزة و مثل هذه الصورة ما تجريه اليوم بعض البنوك بعض البنوك تعد العميل أنه في حالي اليوم السداد المبكر هناك وعد بمكافأة تعطى لذلك العميل وهذا الوعد ليس ملزم وله محدد القيمة لكن في حال السداد هذه البنوك يقدم هذا العميل طلب بأنه سيسدد مبكرا فينزلون عنه جزء من الفائدة وهذا لا إشكال فيه لأنه نوع من الوعد لكنه غير ملزم لهذه البنوك بأن تضع عن ذلك العميلة لأن هذا من قبيل الإحسان وليس من قبيل الإلزام وهذا أيضا من الصور الجائزة أيضا من المسائل المتعلقة في مسألة القروض وهي قضية اليوم كساد المبالغ أو المال عند السداد أحيانا بعض العملات أنا تسلفت اليوم ألف دينار خلنا افترض مثلا في 2010 وبعد ذلك في إحدى العملات مثلا في إحدى الدول في 2010 تسلفت بما يساوي ألف دينار وبعد ذلك حصل في هذه الدولة حرب كسدت العملة ضعفت أصبح ليس لها قيمة في هذه الحالة لو سددت بعملة ذلك البلد نفترض عشرة ألاف بنفس القيمة عشرة ألاف في ذاك الوقت تساوي ألف دينار اليوم لا تساوي حتى دينار وهذا فيه إضرار بالمقرض لذلك أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على أقوال والراجح والله تعالى أعلم أنها تسدد بقيمة القرب بما كان يساوي في ذلك الوقت الذي هو ألف دينار في نفس الوقت وقت السداد حتى لا نضر بذلك المقرض أما إذا كسدت العملة بمعنى نقص قيمتها قليلا فإن هذا لا نقول يسدد بالألف دينار إنما يسدد بما تساويه العملة اليوم سواء نقص مئة دينار نقص خمسين دينار نقص مئتين دينار هذه ليست مؤثرة بخلاف في الصورة الأولى بلا شك أنه مؤثر ومن باب أولى إذا ألغي التعامل بهذه العملات فإن هذا أيضا نقول يسددها بقيمة القرض في ذلك الوقت وهذا فيه عدل وإنصاف بذلك المقرض وعدم إضرار به أسأل الله لكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين